اشتركوا في القناة ما يبغى يتكلم لا ما يتكلم تروح لنائب الرئيس مدير الكرة اتحاد القدم ما اي احد تكلمه يقول للمركز الاعلامي راح يطلع بيانه ما احد يبغى يتكلم لكن هيا نجيب العلم الاندي الان تعاني من مشكلة كبيرة وهي في التعاقدات لما جيت تفاوض حتى الاتحاد السعودي لكرة القدم يعني فيه ناس كثير تسأل تقول المدرب المنتخب وينها الدوري بيبدأ وعندنا يوم ثمانية سبتمبر الجاي يعني بعد اقل حولي شهر من الان فيه مباراة ودية للمنتخب السعودي راح تكون مع الاقرب انها تكون مع منتخب الولايات المتحدة يوم ثمانية مارس سبتمبر شهر الجاي المدربين اللي يتفاوض معاهم الاتحاد السعودي ابو الف يقول ابي عشرة ارقام فلكية مدرب مثلا قيمته يعني البديل حق رينارد قيمته ثلاثة مليون ريال في السنة يطلب عشرين يا رجل ايش عشرين انت اصلا كنت تتدرب بثنين ونص احنا عطيناك ابو جريد خمسمائة الف دولار يقولك لا ابو رقم الفلاني كل ما تكلمه يقولك يا اخ انتو جبت رينالدو وتفاوضت مع ميسي برقم طب ايش دخل ميسي واش دخل رونالدو واش دخل بنزيمة في مفاوضات مع مدرب نفس الشيء الاندية الاندية تعاني معاناة ما تتخيلها يعني احد رؤساء الاندية مش الاربعة اللي مع الصندوق ولا اندية يعني اندية الوسط منفجعين كل ما كلم وكيل ولا كلم مدرب ارقام ارقام فلا كل ما يقولك لا دوري السعودي تدفعون تدفعون عشان كذا في عدد من الاندية يعني هذا ابتزاز صعب انك تستمر بالطريقة هذه فيبتدي يتفاوض مع هذا ما يشوف غيره وفي ناس عندهم نظام بعض اللاعبين والمدربين والسماسرة يا اجزرك يا ما بغى اتعاقد معك يعني يا تعطيني عشرين مليون دولار اللي طلبتها منك وهو ما يسوى اربعة يا ما ينفع ممكن يروح يوقع بخمسة ولا ستة والسعودية تعطيه عشرة ما يبغى يبغى العشرين وهذه مشكلة الله يعين الاندية والمنتخبات على المفاوضات اللي قاعد تجري حولها يعني جايين ما عليش الجمهور تحاولون تصبرون شوي على الاندية التفاوض الآن مو زي زمان يعني حتى لجيت تفاوض لاعب والجمهور قاعد يضغط يبغى اللاعب اللاعب يعلي يقول لك الجمهور قاعد يضغط عليه يضغط عليهم يدفعون شي صعب صعب جدا يعني بلا شك الضوء اللي جاء للدوري السعودي بالمفاوضات والأسماء اللي جاءت للدوري السعودي هذا له ثمن وثمنها رح يكون ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا على المفاوضين السعوديين المشجع يقول لك أنا اش دخلني السالفة اربحها ولا اخسرها أنا في الأخير أبغى اللاعب يلعب مع فريقي ويخلص كله يبغى ايه نبدأ الحلقة بالعنوية حمد الله انت في رأيك خروجة ناحية الفنية يعني عبد الرزاق حمد الله لو كان لاعب مع بن زيمة في مبارات الهلال ألم يكن كان شكل الهجوم الهلالي الاتحادي رح يكون أفضل شوفه بدر أنا بالنسبة لي أشوف أنه هذه أمور فنية تخص المدرب بالشكل بأول شيء ما هو المدرب نفسه المدرب الآن حتى نفسه عليه ملاحظات يعني المدرب المدرب هذا الذي يستطاع أن يعبر بالاتحاد إلى بطولة الدوري بعد غياب في بعض الاتحادين يشوفون أن هذا الرجل لن يستطيع أن يصنع لهم اتحاد بأنياب ومخالب لا تشوفوا بدر يعني أنا أنا أستغرب يعني صراحة يعني أنا بالنسبة لي نونو فوق النقد ليه بالنسبة الاتحادية ليه أنا أقول لك أنا اليوم مدرب حق يقري دوري وسوبر يعني اليوم لما بنتقد أنا اليوم كمجلس إدارة أنا أقول لك أنا اليوم موجود كمجلس إدارة موجود في نادي الاتحاد جاءني المدرب قدم تقريره وطلب طلبات لابد تكون موجودة على أساس يستمر الفريق يكون بطل أنا بالنسبة لي كمجلس إدارة حل أجي لبطل الدوري أو المدرب وأقول لي لا أنا ما أسوي لك الشيء اللي أنت تبغى أجي وهنفذ له طلباته طبعا أتناقش معه كمسؤول أتناقش معه بكل التفاصيل أشوف وجهة نظرة أشوف المرحلة إيش الشيء أشوف الجوانب الإدارية اللي أنا تخصني مثلا اليوم اللعب هذا نقدر نفسق حقده هذا اللعب بإمكاننا نجيبه الإمكانيات المالية للنادي هل يستطيع النادي توفيرها يعني هذا الجوانب الإدارية اللي أنا أبحث عنه وأشوف خطته أو منهجيته أو استراتيجيته للمرحلة الجاية أما من ناحية أني أجي أقول له لا أنا اللعب هذا ما ما شيء أو هذا إذا كان الجانب إداري مالي هذا يخصني أنا كإدارة إذا كان فني فهو مدرب وجاب الدوري للاتحاد وهو مسؤول عن كل تفاصيله وكل قراراته اليوم يا أبو بدر المرحلة الجاية المرحلة أنا اليوم لو يجيني المدرب هذا نون ويقول لي أنت ما لبت لي طلباتي أو ما نفذت لي الطلبات اللي أنا طلبتها منك إيش بقدر أقول له أنا أقول له تقول له تقول له إحنا جبنا كوستا بناء على شورك وكان لاعب لا يستحق أن يمثل الاتحاد كان أقل اللاعبين الفعالية والآن جبت قوتا برضو وما هو بذاك اللاعب يعني خياراتك حتى الآن الخيار الأول قل رعب ما توفق حتى اللاعب الثاني أبو بدر النقطة الأهم وهي ممكن هذه ترى ترى ما حد تتكلم فيها ولا حد تتكلم الهلال لما لعب مع الاتحاد كم برى لاعب في الإعداد مع مبراية الإعداد كم برى يمكن هذه الخامسة لا هذه التاسع للهلال طيب شكرا هذا برضو يسجع على مدرب الاتحاد اللي ما سوى برنامج هذا جانب أنا أتكلم لك صح هذا الجانب أنا ممكن أقول لك أنا ملاحظتي أنه الاتحاد كدخل البطولة هذه أنه أنا وجهة نظري يعني اللي أنا شفتها من خلال أو من خلال تاجر أو من خلال خبرة أنه ما أخذ البطولة هذه ليس هدف أنا بالنسبة لي لأنه شفته أو أنا أقرأ أنه أنت تدخل بطولة ولم براه تلعبها فيها وتبغى تحقيقها هذا شيء من المستحيل اليوم نشوف أبرز فريقين قاعدين يحققون نتائج اللي هو الهلال والنصر شوف إعدادهم كم براه وديها لعبهم من متى بدون التمارين من متى بدون المعسكر في الأمور هذه التفصيلية هذه الأشياء أنا أقول لك إياها هي اللي فرقت مع الهلال ومع النصر والشباب عن باقي الفرق اليوم أنا متكلم أنه ما لعبت ولم براه هذلهم جوتا هذلهم بنزيمة هذلهم كانتي هذلهم اللعبة كلهم اليوم الاتحاد أنا أقول لك إلى الآن ما ظهر شكل الفريق ولا بان شكل الفريق لأنه أنت اليوم دائما برايات الإعداد وبدر دائما تكون تمرينها وأحمالها عالي على اللاعبين فاليوم أنا أقول الاتحاد أنا بالنسبة لي ماني قلقان أو ماني متفاجئ في المستوى الذي ظهر فيه لماذا؟ لأنه اليوم أنت تتكلم عن فريق ما لعب ولا مبراودية وهو يلعب رابع مباراة في مرحلة الإعداد والفريق الثاني يلعب تاسع مباراة والبراء رقم حاشة رابع في الإعداد طيب خالد أثريان رئيس نادي الشباب بدأ فيه وليد الخضير أقول تشجعونا بس إن شاء الله بعد بكرة عندنا مباراة مهمة مع شقة ناغن الهيلات والله حبثت شيء من الآخر صراحة طيب خلين نقل وقف بالله لا تقلق بس نقيقة واحدة بس نقيقة واحدة ما وصلتك أي عروض ما أقف إلى الآن والله ما أعرف أي شيء إلى الآن أنا باقي في الشباب الرغبة الرغبة إن شاء الله في المكان الحلو في المكان حلو يعني لو جاك عارض مناسب تروح إن شاء الله الشباب كأننا ما أقول لهم ما حد ينطق ما حد يتكلم إيش اللي أول مرة أشوف الناس مرتبشة ما حد يبغي يتكلم فكني بيشرك طيب خالد العيسى رئيس نادي النادي ما فيه تسحف العالم ما حد يبغي يتكلم كله مركز إعلامي مركز إعلامي والله شكل الصندوق مسوي عجب معهم عبدالوهاب عبدالرئيس التنفيذي النادي الاتحاد نسمعه وشي قال الاتحاد وين الاتحاد موجود موجود بطر دوري طيب تنبكتب يجو لله اليوم إحنا اليوم نحتفل بدوري روشن والنجوم الموجودين وإن شاء الله بإن الله نتمنى أنه هذا الدوري يكون من أفضل عشرة دوري طيب حمد الله وصدقني إحنا حنسوي كل اللي علينا عشان نرتقي بهذا دوري يكون أحسن دوري مبلع عشرة إن شاء الله الأول في العالم الحمد لله الفريق اليوم كان بظهوره شفت لطقمة حلو كل حاجة الاتحاد فريق ممتاز الوحيد اللي كانت لطقمة حلوة والله أمر ركب يا جماعة أقسم بالله الناس عندها أمر ركب إيش القصة طيب سعد بقير لعب تسألهم عن الدوري الله الدوري وإنه وإنه رح يكون من توب تن تجي تفتح معهم موضوع ها أي موضوع سعد بقير لعب